اشتركوا في القناة يعني أرقاما أو سميها ما شئت تعلم فيها عن إرادات العراق من النفط لمدة الشهر وبكم كان سعر البرميل لشهر شهر الماضي فأصدرت قبل أيام بيان وزارة النفط تقول أنه الشهر الماضي بلغت الإرادات أكثر من تسعة مليارات دولار شهريا وسعر البرميل النفط الواحد بلغ أكثر من ثمانية وثمانين دولار عندما تسمح هذه الأرقام الحقيقة يعني تسأل نفسك هل تفرح أم هل تحزن الحقيقة واقع الحال يقول يجب أن تحزن لأن هذه الثروات التي تستخرج من أرض العراق يعني تستخرج ولا يتم تعويضها تنتهي خلاص وهذه النفط مادة تستنفد يعني مع مرور الواقع تمكن أن تستنفد وهذا واقع الحال في كل العالم ولها عمر معين هذه الآبار تنتهي فبالتالي أنت تأخذ من ثروات العراق تأتي بالأموال وإذا بهذه الأموال تذهب للفصاد عندما تحسب هذا الموضوع ستجد أنه يعني بحدود مثل ما يتحدثون هم بحدود المئة وعشرين مليار دولار شهري سنويا تجي يعني موازنة العراق تحسب بأكثر من مئة وعشرين مليار دولار يعني حجمها أكثر من مئة وعشرين مليار دولار تعادل ميزانيات خمسة دول وأكثر محيطة بنا مئة وعشرين مليار دولار وحجم الفقر في العراق شيء مهول ومخيف 12 مليون عراقي تحت خطة الفقر العاطلين عن العمل ملايين العراقيين ويتحدث نقيب رئيس نقابات العمال في العراق يقول 15 مليون عاطل عن العمل وبالتالي أنت أمام كارثة عاطلين عن العمل فقر أمراض خراب لا تنمية لا بناء لا شيء ملموس على الأرض منذ عشرين سنة وبالتالي أنت تحزن لأن هذه الأموال تستخرج من أرض العراق ولا يستفاد منها الشعب العراقي الشعب العراقي هو الوحيد الذي لا يستفاد وهذه الطبقة التي تحكم العراق تسرق كل هذه الأموال وسرقت كل هذه الأموال فأنت في العراق هناك ماكنة تشتغل اسمها الفساد وتنظر إلى وسائل الإعلام التي تدعم هذه الحكومة والحكومات والعملية السياسية وإذا بها تظهر محمد الشاع السوداني رئيس الوزراء الحالي وهو يظهر مليارات قال هذه مليارات من الفلوس التي استردت من ما سمي بسرقة القرن طبعا هم يقولون مبالغ التي سرقت من تعادل مليارين ونصف دولار اللي يظهر هنا لا يساوي شيئا وهي الأموال العراقية واللي سرق هنا مثل ما قالوا واحد وشخص واحد حدثوا عن شخص واحد أطلقوا صراحة بترضية لا أعرف كيف وبالتالي استعراض مضحك رث مثل حال هذه الحكومات يعني يشجع على الفساد ويقول للآخرين يفسدوا وسرقوا وبعد ذلك يشقدم يكون المبلغ سيتفاهمون معكم يرضوكم وتطلعون تدفعون جزء من عنده وتبقون جزء آخر هذا وضع الحال أحد من يسمون نفسهم نواب عن الشعب معلسف الشديد كتب هو يكتب كثيرا وطبعا ما يكتبه وما يكتبه كل النواب هؤلاء هذول النواب عن أحزابهم عن قوى وعن حكومة وعن كراسي التي يجلسون عليها وعن الأموال التي يكسبونها ليسوا نوابا عن الشعب المهم هو يكتب كثيرا فكتب يقول صورة المليارات وهي تخفو آمنة بيد الحكومة لا شك إنها تعزز من ثقة الشعب بحكومتي كيف يعني نتضحك على نفسك نتضحك على الناس نتضحك على نفسك هذا الكلام لا يسوق الشعب العراقي لا يمكن أن يثق بهذه الحكومة هذه مضحكة هذا ما الذي تغير يعني هي نفس القوى نفس العملية السياسية ونفس المحاصصات ونفس المصيب ونفس الكذب ونفس الادعاءات ما الذي يتغير يعني جبتوا لنا واحد قلتوا هاي سرقة القرن 2.5 مليار ما المسروخ من مبالغ العراق فقط المالك يبدد وسرق أكثر من 350 مليار دولار من يحاسبه وهو من يرعى الحكومة وهو أساس الحكومة وهو راعيها ويعني لا حاجة ومرجعيتها هو وغيره وغيره ومليار ونصف مليار دولار من هذه الأموال ذلك تحدثنا عن عن موارد وزارة النفط في شهر واحد تسع مليارات دولار تأمي يقولون فهو يعني أنتوا تحدثون عن ماذا عن سرقة القرن وتريدون وسميتوها سرقة القرن وتريدون أن تعموا عيون الناس عن كل الأموال التي سرقت من يسرق بعشرين سنة مصيبة كبيرة هذه الأحزاب التي تشكل الحكومة والتي تشكل العملية السياسية هي من سرقة العراق ولا قبل ما تكتب أنت يا النائب وقبل ما يطلعون نهاية الصور قبل ما يطلعون نهاية محمد الشاعر السوداني بالتلفزيون وهذه الاستعراض المضحك المبكي لا تسألوا نفسكم ولا تسألوا أن الشعب يسأل نفسه ويسألكم يعني من أين لها هذه الأحزاب كل هذه الأموال هذه الأحزاب التي جاءت عام 2003 حافية لا يملكون شيء هم ورعاتهم وقادتهم وكل ميليشياتهم من أين لهم هذه الأموال رواتب خلت عدهم أرصدها بالمليارات في الخارج خلت عدهم شركات للطيران خلت عدهم أرصفت موانئ في البصرة وغيرها خلت عدهم منافذ حدودية خلت عدهم شركات تجارية خلت عدهم أملاك بالخارج في كل مكان أمطتهم جنسيات جديدة هذه كل الأموال المين هذه البيوت والأراضي التي سيطروا عليها في العراق هاي مين جتهم ما كل هذه الأحزاب يا من أين لك هذا ما هو هذا يا هل المصد يعني لماذا العراق صار أكثر شعب تعيس في العالم وفق يعني حصائيات وفق بيانات رسمية العراق أكثر شعب تعاسته لماذا من القهر من الضيم من ما حملتوه من أسأل العراق من بين يعني الآن من بين 15 دولة مكروهة في العالم لماذا؟ يقولون لأن حكومات الليبية حكومات سارقة وفازدة ومترع الشعب من أكثر البلدان تعاطي للفساد رقم 163 من بين 194 دولة الأول على البلدان العربية في تعاطي الرشوة والفساد كارثة أنتوا تحدثوني عن أموال والله الشعب تعزز ثقة الشعب بحكومتي هاي هاي ثقة هاي شعب اللي يثق بهذه الحكومة ويثق بهذه الحكومات يثق بالعملية السياسية الشعب هذا اللي قتلتوه بالشارع اللي ضربتوه بالرصاص طلع ثورة الشبابة من 2017 واللي لحد الآن ما قلتونا من القتلهم طرف ثالث والميليشيات اللي شكل الحكومة وتقولون الشعب انتخبها مجلس النواب هذا العتيد اللي انتم مشكلين تقولون الشعب انتخبه والشعب 85% من عندما شارك بالانتخابات واللي شاركت هي أحزاكم وقواكم أقل من 13% وتقولون هذا ولا يمثلون الشعب هذه الكذبة الكبيرة الحقيقة معيبة ولذلك كلما ظهرت هاي الإحصائية مع الأموال التي يعني جاءت وارد للعراق من النفط على الشعب العراق أن يحزن لأنه هذه الأموال ستذهب إلى الفساد ستذهب إلى جيوبهم لا تذهب إلى الشعب العراق لا مشاريع وكذبة كبيرة ومسلسل يستمر وعشرين سنة يستمر وسيستمر أكثر ما دامت هذه الطبقة موجودة وما زالت العملية السياسية موجودة وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وأتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة